رحبوا معي برئيس الوزراء البريطاني أسائز بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتجهوا إلى المنصة ليرقي الكلمة الافتتاحية طبعا مساءكم جميعا مرحبا بكم في مطمئر كوب 26 في سكتلندا مرحبا بكم في سكتلندا التي تفتخر ببنها البار شخصية جيمس بوند بالطبع أننا نتمع الآن والساعة البيئية تدق إذانا بانتهاء كوكب الأرض إن لم نحن نبذ القصارى جهدنا للحفاظ عليها لم نحافظ عليها هنا في بلد جيمس بوند هنا تكمن المأساة دعوني أقول لكم إن كل لحظة تمر علينا إن الساعة تدق قائلة لنا إن حياتنا دقائق وثواني علينا أن نستغلها وعلينا أن نعمل خلالها على الحفاظ على كوكبنا هذا إن الأرض كوكبنا الحلي تحيط أصبحت تحيط بها سحابة كثيفة من الملوثات هذه كلها سحابة لم يصنعها سوى الإنسان وبالتالي فإن علينا أن نتجاهل المطلب أن نعمل على خفض معدل الاحترار بمقدار درجتين بالطبع يمكن أن نضيف إلى هدفنا هذا خفض درجة الاحترار نستطيع أن نضيف إليه أهدافا أخرى مثل مواجهة الأعصير ومواجهة الفيضانات وإلا فإن لن نفعل هذا فإننا سنقول وداعا لمدن بأكملها شانجهاي في الصين مدن كثيرة ستزول من فوق كوكبنا هذا إلا نحن نبل قصار جهدنا لمبل قصار جهدنا إن ساعة تدق قائلة للجنس البشري تحركوا تحركوا وإلا فإن الأمور إلى انتهاء وإلا فإن الوقت سيكون متأخرا للغاية ولن نستطيع أن نقذ أجيالنا القادمة عندما أدركنا منذ عقود منذ بضع سنوات ست سنوات رمضان كنا في باريس أدركنا أن هناك تحدي وأن هناك مشكلة خطيرة الماء وأن درجات الحرارة درجات حرارة الكوكب الأرضي أخذت في ارتفاع وأدركنا عندئذ أننا أمام مشكلة هائلة وأخذنا نتحدث ونقول وتكلمنا كثيرا ولكن علينا الآن أن نتخذ إجراءا حقيقيا يلتزم به الجميع هنا في غلاسغو في سكوكولاندا إن لدينا التكنولوجيا التي يتمكننا من هذا ولكن بالطبع لا نستطيع أن نقول إننا يمكننا أن نقضي على كل هكفة هذه المشكلات دفعة أو مرة واحدة فقد انتهى آوان ذلك ولكن نستطيع أن نعالج هذه التحديات واحدا تلو الآخر فقد مضى وقت للإخف الشديد مضى وقت أو مضى آوان أن نعالجها جميعا دفعة واحدة علينا أن نستغل وجودنا هنا علينا أن نخرج من الخدمة محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفهم هذا الفهم الذي يعد الأكبر ملوث للبيئة بانبعاثات الكربون علينا كثير من الغابات أصبحت في حكم المقضية عليها علينا أن نزرع كثيرا من الغابات بدلا من تلك التي تم اقتطاعها ليس لأن هذه الغابات تعطينا مناظر خلابة ورومانسية لا بل أن هذه الغابات هي السبيل الوحيد للحفاظ على البيئة إذ تبث لنا هذه الأشجرة التي سنزرعها في الغابات تبث لنا الأسلوجين وتستنشف بدلا منه هذا الثاني أكبر كربون بالطبع كل ما يعمل بواسطة الفهم علينا كل هذه الآلات التي تعمل باستخدام الفهم علينا أن نكفى عن استخدامها مثلما منذ عقود طويلة أخرجنا من الخدمة تلك القطارات التي كانت تعمل بالبخار والتي كانت تنفث سموم الكربون في الهواء لقد